السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي ريهام صلاح حلال. جامعة دمياط. ان شاء الله هتكلم انه الله عن موضوع مهم جدا هو يعني من اسم العنوان ازاي يستخدم التعديل الجيني او اعدل في جينات دونت الاز بحيث ان هي تندق لي حرير مشابه اللي احتراجها عن كبوت بل افضل واقوى واقوى من مادة الكيفلر او المادة المستخدمة في صناعة التسطيرات الوقائية. اه بس بداية من حبة اشكر كل المنسبة في اه في اه في الاولمبياد العلمي. وعلى قصة من دكتور اسير. اه واشكرهم انهم اعطوا لي الفرصة الفرصة دينا شارك اه اشارك اه فهبدأ ان شاء الله عرض المحتويات بتاعة الموضوع اللي انا بتكلم عنه. اه فبداية انا عايزة هعرف يعني ايه درسلك اصلا وايه الخصائص المميزة فيه جدا اللي خلتني اهتم بالموضوع ده واتكلم فيه. اسزاي استخدم التعديل الجيني في دود الاز moderate عدل جيناتها بحيث اين هي تندجلي اه بخثائص افضل بجاتي اه بافضل من اه خاصائص افضل ومشبهه لخيط لحري Kapu. ان شاء الله انها انا عرف يعني ايه الاسبايدر سلك ده اصلا الاسبايدر سلك بكل بساطة ان هو الياف طبيعية بالانتجها للعناكب بتستخدمها لانتج شبكته كمان عشان تنتقل بها وتستطفى رائصها وبتعلق نفسها باستخدام الحرير فالحرير ده اصلا ازاي هاي بتكون هو اصلا عبارة الحرير ده عبارة عن بورتين بيكون ممزوج بالماء فالعناكب بتفرزه من فتحات بتسمى المغازل بتسمى المغازل ومنها من انواع العناكب بينطج في انواع من العناكب بتنتج نوع واحد من الحرير وفي منها بينطج اكثر من اربع انواع وبتختلف اعدادها على حسب باختلاف نوع فاصلة الاسبايدر للسبيدر ليه انا استخدمت ليه انا بتكلم بالذات عن الاسبايدر سيلك وايه اللي بيعطلو الخصائص الجبرة دي بتاعته السيرو بيكمن فيه البورتين استركتش او تركيبة الحرير البورتين المكون لحرير العنكبوت حرير العنكبوت بيكون عبارة عن بورتين بيسمى الاسبيدرين الاسبيدرين دي فهو الحرير بتكون من بورتينات الاسبيدرين وبتجمع فجاكل خيوط رفيع جدا بترتبط مع بعضها بروابط تساهمية وطبعا عارفين الربطة التساهمية يعني ربطة قوية فده بيمنع الخيوط ان هي تنفصل عن بعضها تحت الضغط لانه بيعطاها صلابة جمدة بتكون متماسكة جدا مع بعضها وبتكون بنية معقدة اللي هي الشبكة بتاعتها والشبكة دي او طريقة الارتباط دي بتزود قوة الخيوط بتاعت السبيدر سلك وبتقلل من قبيلتها للتمزق فنظر لتركبة لتركبة البورتين المكونة اللي حريره عن كبوت وطريقة الارتباطه ببعضه زي ما قلنا بتكون ربطة تساهمية قوية جدا فهو بيكون خفيف الوزن جدا وبيكون مرن شديد المرونة اكثر من المطاط نفسه وهي يعني قوي جدا اقوى من الفلاس خمس مرات وفي الصورة دي ات سبيدر سلك البورتين ستركتشر بتاعه حيس ان الموليكي ستركتشر بتاعه بيكون اقوى من مادة الكيبلار اللي هي المستخدمة في صناعة السطرات الواقية من الروسات طيب خلاص عرفنا خصائصا المادة اللي هي خفيف وزنها غفيف ومالنا اكثر من المطاط واقوى من الفلاس خمس مرات وبتفق قوة الكيبلار وكمان المادة دي بتكون بطبيعتها انتي ميكروبال وانتي بكتيريا يعني السبيدر سلك بيكون بطبيعته مادة مضادة البكتيريا ومضادة الميكروبات فتتوقعوا بقى ايه الخصائص ان انا ممكن استغل لفعل سبيدر سلك عشان اصنع منه اشياء مفيدة اول حاجة انا ممكن اصنع منه السطرات الواقية من الرصاص لانه هو اقوى من الكيبلار والكيبلار اللي هو طبيعي بيستخدم اصلا في صناعة السطرات الواقية دي اه وممكن استخدم في صناعة الواقية المستقية وهي هو مادة خفيفة ومردة وقوية في نفس الوقت فهتكون مناسبة ان انا صنع منها الاحزياء الرياضية والملابس الرياضية وبتصنع منه ملابس بتكون خفيفة الوزن مقاومة للماء وكمان هو مادة انتي ميكروبال وانتي بكتيريا فهيكون مناسب ان انا صنع منه الادوات الجراحية والغراز الطبية وكمان هو مادة قوية وخفيفة فهيبقى مناسب ان انا صنع منه المصالات الفضائية ومعدات السائرات والطائرات ومن الاشياء المسير الاتمام اغلى الرداء في العالم تصنع من خيوط الاسبايدر سلك الرداء ده اللي هو بيسمى السوب الزهبي تصنع من نتج من استحلاب مليون ومتين الف مليون ومتين الف عن كبوت وده تصنع خلال اربع سنين وده تصنع من خيوط الحرير بس من حرير عن كبوت دون اي معالجة كيميائية فالوقتي العلماء فكروا فكرة ان انا المادة دي مفيدة جدا وفيها خصائص بتتميزها خصائص كبيرة بتميزها فازاي ان انا ممكن استخدم التعديل الجيني بواسطة تقنية كريس بارك اس ناين انه في دودة الاز عشان انتج كميات كبيرة من السبايدر سلك وكمان انتج منه كمان كمية كمان الناتج كمان هيكون افضل من خيوط السبايدر سلك وهيوفر له خصائص اكثر فاستخدم طب انا ليه استخدمت بالزات ازدود الاز ان انا اطبع عليها التقنية ديت طب انا ليه دلوقتي استخدمت ازدود الاز بالزات اول حاجة خلينا ما اطبقين العناكب بطبعها مخلوقات عدوانية فهي من الصعب ان انا ربيها مع بعض لانها هتاكل بعضها البعض وكمان عشان اصلا استخرج عملية استخراج الحرير منها مباشرة ده عملية بتكون شقة ومكلفة جدا بالنسبة لي ده عشان استخرج رطل واحد من الحرير بحتاج حوالي 27000 عنكبوت فطبعا ده عملية صعبة جدا وان انا اجلب العنكبوت واستحلبه واستخدم الاجهزة وعشان استحلب واستخرج منه الحرير فبتكون عملية شقة في المكلف ففكر العلماء ان انا ازاي اجيبت كائن تاني بينتج الحرير واعدل في جيناتو باستخدام تقنية كريسبر كاس ناين وطوع الهندسة الوراسية ان هي تنتج لي حرير مشابه لحرير العنكبوت ده عز مناسبة جدا ان هي تنتج للحرير اول حاجة هاستخدم التعديل الجيني او تقنية كريسبر ناس كاس ناين ان انا ادخل جينات برويتينات حرير العنكبوت داخل جينوم ده عز من دودة الاز ودودة الاز كمان هي مخلوقات بتكون سهلة التربية وبتتغزى على اوراق التود بس فمس هتكون مكلفة بالنسبة لي وكمان ده عدل في جيناتها وهتنتج لي فانا خدت منها فايدر ان هي هتنتج لي كمية كبيرة وفي نفس الوقت هتنتج لي حرير المشابه لحرير العنكبوت اللي هو افضل من الحرير بتاعها كمان بخمسين مر فالكريسبر كاس ناين او ما يسمى بالمؤسس الجيني هي تقنية من تقنيات الهندسة الوراسية فاستخدمها عشان اعدل في جينات ديت ممكن استخدمها ان هي في علاج الامراض وممكن استخدمها في التعديل الجيني عشان انتج اطور في صفات كائم معين فاول حاجة فزي ما انتو شايفين فزي ما حضرتكم شايفين استخدمت التعديل الوراسي عدلت في جينات دوت الاز ازاي اول حاجة ان انا دخلت فيها البروتنات دوت الاز اللي هي بتندج من المغازل دخلتها مغازل العنكبوت دوت الاز نتج عنها ان انتجت لي حرير افضل من الحرير المشابه لحرير العنكبوت بل ووجد العلماء ان الحرير الناتج اصلا افضل من حرير دوت الاز خمسين مرة واقوى من مادة الكفلار ويوفر لي كمية كبيرة فطب ايه الاستخدامات اللي هي المحتملة ان انا ممكن استخدم فيها الحرير المعدل اللي هو ان كل حاجة ان انا ممكن استخدمها ان اصنع منها الغرازة الطبية استخدمها في اغلاق الجروح واصلاح الانسجة ممكن استخدمها كمان في صناعة مكونات الفضاء هتكون مواد خفافة الوزن وقوية كمان ان انا البدن وكمان وحاجات تانية بتكون عليها للأداء وقوية جدا ممكن استخدمها الغرض الحماية مادة زي ديت لها صفات كتيرة كويسة جدا وتكون معدومة في مادة تانية والعلماء الوقت يهتموا بيها واستخدموا تقنية كريسفوركس ناين عشان يعدلوا في جينات ديت القز عشان ينتجوا لكمية اكبر فتتوقع الدراسات او التكنولوجيا الحديثة للوقت العلماء والأبحاث العلماء بيجروها عشان يستخدموا كمان الحاجة في حاجات تانية كتير مفيدة او في الأبحاث العلماء شغلين دلوقتي في أبحاث كتيرة انهما يستخدموا المادة ديت في تقنيات افضل وتطبيقات افضل اول حاجة انهما مسكن استخدمها في علاج الجروح لان المادة ديت هي مادة وكمان ان هي ممكن يعني قابل للتحالل البيولوجي كمان بتجرد دراسات انها ممكن اصنع منها الجلد البشري الجلد البشري بتاعنا هو ضعيف وطبيع بيتمزق من من الحوادث ومن الحروق ومن العمليات الجراحية لكن بيفكر العلماء وبيجروا ابحاث حاليا ان هما ازاي يستخدموا الاسبيدر سلك ان هما يصنعوا منها جلد بشري بيكون مقاوم للرصاص ومقاوم للماء ويوزنوا خفيف جدا وكمان العلماء بيجروا لابحاث ان هي بيصنعوا الجلد البشري ده بحيث ان هو يكون رخيص ومناسب ومناسب لكافة الفئات تلت حاجة من الحاجات برضو اللي العلماء شغلين عليها هي ازاي يستخدموا في الزراعة السادي وفعل اكثر سرطانات السادي اول الجسم بيكون اكثر تحمل لبروتنات السبايدر سلك اكثر من السيليكون فانا ممكن استخدم اخلط استخدم بريتنات حرير عن كبوت مع السيليكون بحيث ان الجسم يكون اكثر قابلية لي واكثر قابلية لي وهتكون اكثر كفاءة في عمليات زراعة السادي رابع حاجة اللي بتجروا العلماء عليه ابحاث ان انا ممكن استخدمه في صناعة الصمامات الصمامات القلب الاصطناعية وكمان في ان انا ممكن اعمل منه كمان اصنع منه الاسطرة الكلوية والاوعية الدموية الصناعية وكل دي طبعا من الابحاث والابحاث اللي بيحاول يجريها العلماء عشان يستغل للمادة دي وخصائصها افضل استغلال عشان يكون لي منها يعملي منها التطبيقات دي وما زال وما زال الابحاث الجارية كل يوم على على السبايدر سيرك اه وتصنيعه فهو سبحان الله مادة هدلي هام في خلقها اعجاز وفطونها سروة جبيرة جدا العلماء بيبحثوا فيها وبيكتشف فيها كل يوم حاجة جديدة ايه طبعا احب اشكر كل ما نشارك في اعداد الامبياد العلمي مرة تانية وعلى قصير من دكتور اسير واتمنى ان انا واشكرهم بجد ان هما يعطلوا الفرصة دي ان انا نشارك في المسابقة واتمنى اكون قدمت بشكل كويس بمسابقة الامبياد العلم